بعرف شخص كان سائح ببلدي بيتحدث اللغة الإنجليزية فهو شوية بيعرف اللغة الإنجليزية يعني بيعرف يمشي حاله شوية لكن كان بموم بمركز تجاري وين حشر صار بضيفوط على الحمام وما كان عم يعرف وين الحمام فحاول يسأل الناس وين الحمام لكن ما كانوا عميثهم عليهم كيف تتجنب انت هيدا الموقف اليوم نحن نتعلم ان شاء الله وخاصة بآخر جملة ولنحن نتعلم أيضا العديد من المفردات والتعابير اللي فيك تستعملها بحياتك اليومية والمحادثات الإنجليزية إذن أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English أتقل الإنجليزية بمناسبة شهر رمضان مثل ما عرفته عم بعطيكم في وزير فلح أعطيكم حزورة هلأ وبآخر هنا الدرس لح أعطيكم جواب الحزورة تبعية الدرس السابق إذن حزورة هي ما الذي يمكنه أن يشير في جميع الاتجاهات لكنه لا يستطيع أن يصل إلى الوجهة بنفسه إذن ما الذي يمكنه أن يشير في جميع الاتجاهات لكن لا يستطيع أن يصل إلى الوجهة بنفسه اكتب لإجابتك بتعليق تحت الفيديو والجواب إن شاء الله بتلاقيه بآخر الدرس المقبل وآخر هذا الدرس لح أعطيكم جواب الحزورة السابقة إذن هيا لنبدأ بالجمل أول جملة هي دعني أفكر بالموضوع إذن بتقول باللغة الإنجليزية بتقول دعني أفكر بالموضوع إذن دعني نحنقول لت مي لت مي يعني دعني اسمح لي لت مي وفكر إذا عمت تابعين بتعرف أنه أفكر يعني أكيد لحنستعمل فقط ثنك لأنه وضعنا لت مي وفكر ثنك ولي بتذكر شو الماضي لثنك ثوات لأنه هنا سنستعمل ثنك لت مي ثنك بالموضوع لن نقول about the topic ثن سنقول about it فقط سنستعمل about it let me think about it I'm not sure let me think about it أو لا أعرف I don't know let me think about it إذن I'm not sure let me think about it فيك تستعمل أيضا إديم كتير من نسمعه باللغة الإنجليزية وهي هو let me sleep on it حرفيا إذا بتكون بترجموا let me sleep on it لح تفهموها أو لح ترجموها خليني نام على الموضوع أكيد أنت ما عم تقصد أنك تنام على الموضوع بشكل حرفي أنت تقصد أنك تنام وتفكر فيه يعني تعطي نفسك يعني مهلة ليلة يوم وليلة لح تتفكر بالموضوع ربما سيتكون لك رأي مختلف أو ستظهر لك حقائق مختلفة لذلك بتقول let me sleep on it يعني يعني يعطينا شوية مهلة مكرا إن شاء الله بعطيك الجواب I'm not sure let me sleep on it أو I'm not sure let me think about it إذن الجبلة الثانية هي لا يهم لا يهم كيف منقول لا يهم باللغة الإنجليزية فينا نقول it doesn't matter لكن هنا بسياق الحديث نستعمل أكتر never mind يعني ما تهتم ولا يهمك يعني خلص انسى الموضوع never mind لا يهم عم تحكي بشي أو أنت كنت نفكه شي لكن اتضح لك شي مختلف فدك تقل له خلص لا يهم never mind اعتقدت هنا مثل ما قلت لكم اعتقدت نحن نستعمل thought think لكن في الماضي إذن أكيد نحن نبدأ بالpronoun I أنا اعتقدت I thought that أنك تتحدث أنك that you تتحدث نحن نقول we're talking يعني كنت تتحدث اعتقدت أنك كنت تتحدث عن شخص آخر about someone عن شخص كيف نحن نقول آخر نحن نقول else إذن never mind I thought that you were talking about someone else إذن فينا نستغل عن that never mind I thought you were talking about someone else تمام خليلا ننتقل على جم التالتي اللي هي نجمة هير الدرس أو بطلة هير الدرس إذن أفول كيف هنقول لفين نقول excuse me نعم excuse me لما تطلب شيء ما أفضل إنك تقول excuse me الماذقة بدلا من sorry باللغة باللغة الإنديزية فيك تقول sorry إذا مثلا كنت عم تمشي وخبطت شخص ما فيك تقول sorry لكن أفضل تقول هون excuse me أنت لا تعتذر أنت يعني عم تلفط انتباهه بطريقة محترمة إذن منقول excuse me هل تستطيع أن تخبرني إذن مثل ما عم تعرفه هل تستطيع شو منقول can you أو could you إذن لعما تبعني صار حافظ هيدا النمط من الجمل can you أو could you أنت تخبرني tell me could you tell me أكيد في كنت تحطو please could you please tell me لكن هون خلينا تحطو could you tell me أين الحمام where the bathroom is could you tell me where the bathroom is إذن الحمام بالإنجليزية الأمريكية بيستمر أكثر bathroom أو restroom أو مش الكلمات الأخرى بتليقوها أكثر بالإنجليزية البريطانية مثل toilet لكن بيقولوا بالإنجليزية الأمريكية bathroom أو restroom could you tell me أين where the bathroom or restroom is أو بكل بساطة فكت or excuse me where is the bathroom where is the bathroom أكيد الأولانية شوي فيها احترام أكثر خاصة إذا تتحدث مع الغرباء لكن لا يهم يعني إذا بدك تقول where is the bathroom ونسيت أول جمل لأول نمط من جمل فيك تقول where is the bathroom excuse me where is the bathroom فيك أيضا تحط أي شي بدك بدك بدلا من الحمام مثلا where is the library المكتبة where is the supermarket supermarket شو بدك فيك تحط بدلا من الحمام إذا نخول لك رجوع خلينا نرجع نعيد I'm not sure let me think about it oh I'm not sure let me sleep on it never mind I thought you were talking to someone else oh about someone else I thought that you were talking about someone else oh I thought you were talking about someone else excuse me could you please tell me where the bathroom is could you tell me where the bathroom is can you tell me where the bathroom is excuse me where is the bathroom إذا هول الجمع الكتير مهم من أتمنى يكون فيتكن هذا الدرس الآن خلينا نرجع للحazzور لأيت الدرس السابق إذا الحazzور كانت if 11 plus 2 equals 1 إذا كانت 11 زائد 2 يساوي 1 what does 9 plus 5 equal ماذا يساوي 9 زائد 5 طيب هتقولوا إنه بالرياضيات كل شي نقال مش معقول it doesn't make sense if 11 plus 2 11 plus 2 أكيد لا يساوي 1 لكن إذا بتكون تفكروا في إنه الساعة 11 زائد ساعتين يساوي الساعة الواحدة إذن 9 plus 5 يعني الساعة التاسعة زائد 5 ساعات يساوي الساعة 2 إذن هون الجواب هو 2 9 plus 5 equals 2 لكن أكيد عم نتحدث بالساعة إذن جواب هو 2 إذا حبيت هيدا الحزورة أو إذا خلتك كل الليل في وإنت عم تفكر فيها تبلي رأيك بتعليق تحت الفيديو شو كان كتير لأ إليك لأنك تضميت مع لتعلم اللغة الإنجليزية جواب حزورة اليوم لحيكون نهاية الدرس المقبل إن شاء الله إذا حيب تتعلم المزيد معي بين صحف شهر هذا الدرس وهي رأي هذا الدرس لإليك فيك تعمل سبسكرايب من خلال الضغط على هذه الدائرة وتفعل زر الجرس لتكون من أول المستفيدين إن شاء الله شكرا كتير لأ لكم وإلا يتقبل مننا ومنكم وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم شكرا